اشتركوا في القناة في شركة نيسان في اوروبا واليابان وتتمتع السيارة بمقدمة شرسة مستوحاة من هوية سيارات نيسان الحديثة مع شبك امامي على شكل حرف V ومصابيح امامية وخلفية على شكل حرف V ايضا فيما حصلت السيارة على تصميم مميز من الخلف يليق بكونها سيارة اختبارية وتميزت سيارة نيسان غربز الاختبارية بحصولها على اربعة ابواب تفتح باتجاهات متقابلة ولكن ابوابها الامامية ترتفع الى الاعلى قليلا وكأنها ترحب بالركاب وفيما تحفظت نيسان على مواصفات هذه السيارة الاختبارية الا ان مصادرنا في عرب جي تي اكدت ان السيارة تعمل بنظام هجين مكون من محركين الاول يعمل على البنزين والثاني كهربائي لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي ترجمة نانسي قنقر